كان هناك حقيقة التي سأقول أنني جسوي السور ومتأكد بأنها لا تعجب بثافة الناس وهذه الحقيقة أنه الغالبية ركز معي على هذه الكلمة الغالبية لا تقول كل شيء الغالبية للناس يعني تقدر تكون البرسنتاج هو 70% و 80% و 60% ما هو البرسنتاج الكبير للناس يدعون حياتهم في الحاجات ما هو ما تحاجد الحاجات؟ الحاجة الأولى هو أنهم يدعون شيئا حاجة التي لا تعجبهم مثلا خدمة اللي خدمة من فعا لا يعجبهم وهي اللي تدوزوها الوقت بثاف و تلقاه هم يدوزوا واحد لوقيته اللي شوية يتمتعو فعا يقولوا بأنهم يتمتعوا فعا وأنا نحاول مع أمكان نعطيك واحد لأكزامبل مثلا شو واحد اللي خدمة خدمة اللي لم يعجباش مثلا ما تلقاه من تنين حتى الجمعة تفاق مع التمنيه الصباح يمشي الخدمة يدوز في نهار كامل يجي مثلا حتى الستها و هو نهار كامل يدير شيء حاجة اللي لم يعجباش يقول لك بما أنني دوزت النهار دياري بشي حاجة معجبش دابق سنين تمتع ما بينديك سبعة تقريبا تلك العشرة يحاول يدر أي اكتيفيتة اللي تحاول ما أمكان ترفع عليه وحس شوية بالفرحة وينسى ذلك الشي اللي دوز في النهار دياري هناك يجي الدور تلفازات، سوشال ميديا، شي سيري، يجلس مع صاحبه في القهوات، شي حاجة بحركة نفس الحاجة عودتاني تطرى هو أنه ما بين 2 و 3 و 4 و 5 والجمعة هو تدير واحد الحاجات اللي ما عاجبينوش تيجي السبعة عودتاني شي يقول لك خصنا في هذا السبعة عودتاني نتمتعوه يعني خصنا نخرجون مشوكش بالعطاء كده باش ننسى ذلك الشي اللي دوزنا في هذيك السيمالة ونفس الحاجة عودتاني يعني في العام كامل تيدوت تقريبا واحد 11 شهر هو اختام عودتاني ذلك الخدمة اللي ما عاجباش وكيشيتال واحد الشارك يقول كده بخصني نتمتع وخصني ننسى عودتاني هذيك الخدمة وكهنا انا بالنسبة لي هذيك مش متعة هذيك مش متعة علاش حنت اشك فوقت تاخدها كترجع عودتاني لهذيك الحاجة اللي ما تتعجبك وتتخدم فيها عودتاني انا بالنسبة لي هذيك مش متعة المتعة هي شي حاجة اللي هتبقى معاك ديما وفاش تقول انا التعريف دي المتعة مش هو انك كتجي كتنسى المتعة هي انك كتكون كتدير شي حاجة اللي كتعجبك انا هذا هو التعريف انا هذا هو التعريف ديالي دي المتعة وانك كتكون كتدير شي حاجة اللي كتعجبك كيف زاف ديال الناس اللي كيربطوا المتعة مثلا بالراحة بانا والحوج كيكونوا ساهلين لا انا بالنسبة لي المتعة مش هي السهولة ومش هي الراحة انا المتعة هي انك كتكون كتدير شي حاجة اللي كتعجبك وبالنسبة للإعطائش قبل راحته أنا كنت فيه يعني ماشي أنا كن بليمي الناس ولا كنلوم الناس على هات الشامة بالعكس أنا ما كن بليمي تشي واحد حنته أنا دست فيه ولكن الواحد خصوية ياخد الأكسيون باش يكرية واحد الحياة اللي غي يحس بيها بالمتعة ديما كيف قلت المتعة أنا ماشي هي الحياة سهلة ماشي هي الحياة فيها الراحة لا المتعة هي تكون كتدير شي حاجة اللي كتعجبك لذلك الخدمة اللي تكون خدام فيها تكون كتعجبك هادك الجسم اللي عندك يكون عاجبك ديك العائلة ديالك تكون عايشة وياها مزيان السيركل ديالك يعني الناس اللي ضيرين بيك صحابك يكونوا مزيانين وعاجبك الحال معاهم يكونوا عندك بزال الحوج اللي انت فرحان بيوم في الحياة ديالك ماشي كيف قلت أنه ديما كتدوزت معظم ديالوقت بشي حاجة اللي ما كتعجبك وكتجي انت كتأخذ الواحد شوية وكتقول انا را كنت متع انت ماشي كتتمتع انت راك غير كتنسى علشا بيت هذا الموضوع هذا انت في الغرف دياللي فيديو ديالي ولأونجانا غالفاش كنطلق مع شي واحد و revين بدا ما كان يعطايش نصائح على كيفاش كرية واحد الحياة اللي عاجبك وواحد الحياة اللي ملهمة وواحد الحياة اللي انفو كتفية في الصباح ما تقولش باللي عودتاني غنمشي بلك الخدمة ومشي بنطلقة مع ذوك الناس وذلك الباترون وذلك الشي لا، واحد الحياة اللي إنفوة كتفيق في الصباح كتفيق فرحان وكتحس بالليارة عندك واحد المعنى في هذه الحياة عندك واحد الميسيون وعندك واحد المهمة اللي كتنود على قبلها كلناها هذه هي الحياة اللي نورمال وكتسهل وخاصك تخدم عليها ذلك كنجيك نعطيه واحد النصائح بحال مثلا خاصك تنعس في نفس الوقيتها وخاصك تفايق في نفس الوقيتها خاص لأيام ديالك يكونوا تقريبا بحال بحال ماشي في المئة في المئة ميتمانين في المئة ديالك ستكون فيكس وخاصك ضروري كل نهارة على الأقل على الأقل تاخذ واحد ساعة تخدم عليها كل شيء يقول لي باللي ولكن بحالة كرة ما غديش نبروفيتي وما غديش نتمتعه لا أصلاً انتا أصلاً دابرة ما شيء تتمتع انتا كيف قلت ترى غيرك تنسى من اللي غدي تكرية ذيك الحياة اللي باغي ووحد الحياة اللي ملهمة ووحد الحياة اللي قلت عنده واحد المعنى مليش فيق مع الصباح ديالك الساعة عادة باش غدي تقول لي بأنك راك تتمتع ديالك الساعة عادة باش راك انتا كتتمتع اوتوماتيك وما تحتاج تجيش يوطلها ما تحتاج حتى تكون مثلاً عندك واحد لوقيتها خوية باش كتتمتع لانتا أصلاً في الحياة اللي كاملة كتتمتع بها ضو كيف قلت الفيديو ديال اليوم غير واحد الانتخ بارونتايز بغيت نهضر عليها و بغيت ننوصل لها حتى بزاف ديال الناس يغلطوا في القاعدة ديال انه هو شخص نتمتعه بالحياة ولا خاصة نخدمه عليها ضو كتش اللي كان في الفيديو ديال اليوم نتمنى انك تكون ستافتي منها تلاليا فراسك نشاوفو فيديو جديد غطاء ان شاء الله وما تنساش تحرك اليوم قبل غطاء ترجمة نانسي قنقر